بعد فترة زمنية الشعب نسى الله وراحوا للسبي الأشوري سنة 722 قبل الميلاد وبعدها يهوذة سبيت من البابليين سنة 586 قبل الميلاد لمدة 70 سنة بصبرته في السبي الله استخدم رجال مثل دانيال مثل أصدقائه الثلاثة استخدم نحمية وحسقيال واستخدم أحبائي واحد من قصص اللي مهم جدا غيرت التاريخ كمان اللي هي أستير الملكة أستير الملك أحشا ويروش ملك الفرس كان بيملك على 127 كورة كان يعني بيحكم من فارس وصل للهند تصور وصل للهند اللي حكم 127 كورة لم يملك نفسه أو أعصابه عمل وليمي وحفلة كبيرة وطاب طبعا قلبه كما يقول كتاب وعندما تدخل الكؤوس تتسلل إلى الرؤوس الخمرة المسكر عندها طلب أنه يحضر زوجته وشتي الملكة طبعا الوشتي هي من عيلة محترمة كمان عيلة ملكية رفضت فغضب أحشا ويروش وعملوا قانون حتى يعلموا الستات أنه ما يتصلطوا على أزواجهم فطردت وبعدين طبعا كان فيه نوع من الانتخابات أول بيوتي باجن يعني انتخاب ملكات الجمال انتخبت استير اللي كانت يهودية عمها مردخاي كان بيخدم بيشتغل في نفس القصر والله استخدموا أنه يحمي الملك الملكة استير عملت شيء مهم لسيما في واحد شخص كان لئيم جدا اسمه هامان في يوم واحد كان عامل فرمان كان عامل وصايا كتبات انه في هذا اليوم في كل الممالك يقتل جميع اليهود يعني إبادة جماعية كاملة ما يخلوا ولا واحد يهود أدركت استير هذا الأمر وطلبت الصلاة صلوا ثلاثة ايام صوم وصلاة صوم وصلاة والرب معجزه نبه روح الملك واستيقظ واكتشف انه مردخاي كان عامل خير معاه فرفعوا والنتيجة اكتشف من استير انه اللي عم بيقوم في هذه المؤامرة هو الرجل المقرب عنده خياني يعني خياني وكم من الناس المقربين اللي خانوا ملوك ورؤساء فطبعا في نفس اليوم اللي كانوا عاوزين يبيدوا إبادة جماعية اليهود طبعا في نفس اليوم هامان وكل اللي اشتركوا معاه أبيدوا لم يكن يعلم انه المسيح سيأتي من نسل داود حسب الجسد كما يقول في روميا واحد آية أربعة استير في صلاتها غيرت قرارات وغيرت يعني الدول من خلال الصوم والصلاة حمت شعبها من الإبادة الجماعية موسيقى موسيقى